المفاضلة بين الرجل والمرأة معضلة أزلية لا حل لها دراسات عدة تناولت الموضوع بأبعاده المختلفة غير أن المقارنة إذا تناولت الحواس فكفة الميزان ستميل لصالح المرأة ذلك أنها تتفوق على الرجل في معظم الحواس ففيما يتعلق بالشم توصلت دراسة أجرتها جامعة ريو دي جينيرو البرازيلية إلى امتلاك الأنثى حاسة أقوى لكثرة الخلايا المسؤولة عن الشم لديها ما جعلها أكثر قدرة على تمييز الروائح وتمتلك النساء حاسة ضوق أقوى حيث يستطيعن تمييز النكهات والتفريق بينها وفقا لدراسة أجرتها جامعة ييل الأمريكية وهو ما يفسر بوجود مستقبلات للضوق أكثر في فمها مقارنة مع الذكر وتوصل العلماء أيضا إلى أن الإناف يمتلكن قدرات سمعية تفوق قدرات الذكور تمكنهن من تمييز الأصوات دون رؤية المتحدث وأن حاسة السماع تسوء لدى معظم الرجال في بداية عمر الثلاثين أما المرأة فتحتفظ بقدراتها مدة أطول وفيما يتعلق بحاسة اللمس فقد أظهر بحث لجامعة واشنطن أجري على ثلاثمائة سيدة ورجل أن النساء أفضل في هذه الحاسة أيضا فقد شعرنا بتسعة عشر لمسة من أصل عشرين ذات الدراسة تناولت حاسة البصر لتنصف الرجل وقالت إن الرجال يتفوقون عن النساء فنظرهم طاقب أكثر ففي سن الرشد يتفوق سبعة رجال من أصل عشر على النساء في هذا المجال أضف إلى ذلك كله أن عقل المرأة يتفوق أيضا على عقل الرجل وأن هناك جزءا من مخ المرأة يعطيها ميزة في جمع المعلومات من مصادر مختلفة ورسم استنتاجات منطقية وفق تقرير لصحيفة الديلي ميل إلين يوسف العربية